موسيقى موجز الاخبار من المحور اهلا بكم نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشان اصدار قرار بالغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة السنوية العامة للعامة الدراسي الحالي وشددت من جهتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية على ان خدمة التظلمات لطلاب شهادة السنوية العامة سارية وتعمل بشكل طبعي دون الغاء موضحة انه سيتم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تظلم الخميس المقبل وذلك من خلال الموقع الالكتروني للتظلمات السنوية العامة اكد الاستاذ الدكتور السيد عطى رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمية والمشرف العامة لأعمال مكتب تنسيق ان عدد المتقدمين من طلاب السنوية العامة لاختبارات القدرات امس بلغ حتى الان 165 الف طالب وطالبة على موقع التنسيق الالكتروني للعام الجميعي الجديد ولفت رئيس قطاع التعليم لان موقع التنسيق الالكتروني مستمر في استقبال لغبات الطلاب لاجراء اختبارات القدرات حتى غد الخميس مشيرا الى ان الموقع متاح للطلاب على مدار 24 ساعة استقبل دكتور هاني سويلا وزير الموارد المائية والرية السفير معتز مصطفى عبدالقادر سافير مصر لدى جنوب السودان حيث تم استعراض موقف المشروعات التنموية المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية واكد سويلا مهتمام مصر بتلبية احتياجات اشقائها بدولة جنوب السودان من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل مشروعات انشاء محطات مياه الشر الجوفية لتوفير المياه النقية للمواطنين كما اكد وزير الرئي حرص مصر على بناء قدرات الكوادر الجنوب السودانية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يتم تنظيمها من خلال المركز الافريقي للمياه والتكيف المناخية لتدريب الاشقاء من دول القارة الافريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية عقد الدكتور احمد عيسى وزير السياحة والاثار لقاء مع الصحفين والاعلاميين المختصين بملف السياحة والاثار بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة مستعرضا بعض التطورات التي تشهدها صناعة السياحة وقطاع الاثار بمصر واكد الوزير اهتمام الوزارة بتحسين التجربة السياحية في الاماكن السياحية والمتاحف والمواقع الاثرية في مصر ورفع جوزة الخدمات المقدمة بها مشيرا الى زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر خلال الفترة من يونيو الفين سنين وعشرين وحتى يونيو الفين سلسة وعشرين والتي بلغت اكثر من اربعة الاف غرفة كما اوضح وزير السياحة والاثار ان الموازنة المخصصة للانفاق الاستثمارية لاعمال السيانة وترميم الاثار خلال العام المالي الجاري الفين سلسة وعشرين الفين أربعة وعشرين ستصل الى حوالي سلاسة مليارات جنيه أغلبها تمويل ذاتية